كما أكد الكاتف في صحيفة الوطن سعد راشد في مقال له بعنوان الجزيرة ترسانة إرهابية قطرية أن قناة الجزيرة وهي قناة ممولة من الألف إلى الياء من قبل النظام القطري تقدم مجموعة من الختمات الإعلامية للمنظمات والكيانات الإرهابية عندما أسست قناة الجزيرة كان ينتظر جمهور الدول العربية أن تكون قناة ستغير الإعلام العربي للأفضل ولكن الواقع اختلف تماما عما توقعه الرأي العام حيث جاءت هذه القناة لخدمة الكيانات والأنظمة الإرهابية بشكل مباشر إن قناة الجزيرة وهي قناة ممولة من الألف إلى الياء من قبل النظام القطري تقدم مجموعة من الخدمات الإعلامية للمنظمات والكيانات الإرهابية وعلى رأسها النقل الحي لجميع فعاليات تلك الكيانات والمؤتمرات التي يتم عقدها على أنها تمثل حزبا سياسيا تابعا للدولة حسب زعمها وهو بالواقع كيان إرهابي يهدد أمن واستقرار الدول العربية ومن الخدمات التي تقدمها القناة هي نقل مباشر للعمليات الإرهابية لتلك الكيانات على اعتبار أنها تظاهرات أو أن ما تقوم به تلك الكيانات مجرد تعبير عن الرأي والرد على الإجراءات الأمنية للدول التي تحفظ الأمن القومية فيها مما يجعل الرأي العام الدولي ينظر إلى أن ما تعرضه تلك القناة هو الجانب الصحيح وفي واقع الأمر فإن تلك الترسانة الإرهابية تعرض جميع تقاريرها من جانب واحد وتقفل عن عدد من الجوانب وهذا ما يفند شعارها الرأي والرأي الآخر والذي تتفخر به هذه الترسانة التي يعلق على عاتقها رقاب الأبرياء ممن صدقوا دجل ما تنشره هذه القناة والتي باتت تبث سمومها في عقول الشعوب العربية إن ما قامت به الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هو كشف ما تقوم به تلك الترسانة الإرهابية وتعريتها أمام الرأي العام العربي حتى أصبحت منبوذة وباتت تقاريرها المنشورة مجرد مسرحيات وأفلام دون أي مصداقية أو دقة في عملية الطرح الترسانة الإرهابية القطرية التي اعتمدها النظام القطري الفاشل قد انتهت مع قرار المقاطعة وأن مطالبة إغلاقها والتي جاءت ضمن الشروط الثلاثة عشر لعودة العلاقات مع قطر لمسارها أصبحت شبهة مستحيلة فالكيانات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان المسلمون لا يزالون ينظرون للأزمة القطرية على أنها حرب طاحنة من أجل البقاء وهذه النظرة للأسف انتقلت إلى نظام القطري وأصبح الضحية هو الشعب القطري الشقيق الذي يرى أموال بلاده تدفع للتنظيمات الإرهابية والصفقات العسكرية غير المدروسة لشراء صمت دول كبرى عن جرائم النظام القطري فإغلاق تلك الترسانة يعني قلق الملف الإعلامي العربي الأسود الذي لطخته قناة كالجزيرة